الممرات الآمنة بين سوريا ولبنان هو عنوان تقرير اليوم فبين المطالبة بها ورفضها كيف يعمل الصليب الأحمر اللبناني وما هي العقابات التي تعترض عمله الإنساني البحث عن إجابات لكل هذه التساؤلات قادنا إلى هنا إلى المركز الرئيسي للصليب الأحمر اللبناني في بيروت للوقوف على الرأي المعنيين المزيد تتابعونه مع كاميرا اليوم 101 عمليات عمليات 101 يعطيك العقابة شكرا على رملة البيضاء جنون 3 يلا ترفع 2700 متطوع في الصليب الأحمر اللبناني يقومون بإسعاف الجرح السوريين من البلدات والقرى الحدودية اللبنانية وذلك من أصل 8000 متطوع عموما عمليات الإسعاف لا تتم من داخل الأراضي السورية كما أوضح المعنيون لكاميرا اليوم والرقمه قارب الأربعة ألاف جريح منذ اندلاع الأزمة في سوريا لتاريخ أربع حزيران من بداية المشاكل لتاريخ أربع حزيران صرنا نقلين 3715 حالة بين إصابات حرب وبين مرضى وأكتريتهم عن الحدود خط مشريع القاع عرسال وخط ودي خالد أكتريت الجرحة اللي عم تجي من هونيك حتى شبعة وبالنسبة للدم لأواخر أيار فوق 2100 وحدة دم توزعوا للإخوان السوريين تأمين مسار آمن للجريح السوري هو هدف عمل الصليب الأحمر اللبناني والممرات الآمنة تمتد من ودي خالد إلى مشاريع القاع وعرسال إلا أن بعضها كان خطرا بعد معركة القصير حيث انطلقت المفاوضات والاتصالات مع المنظمات الدولية والإنسانية لتسهيل نقل الجرح السوريين إلى لبنان بعد معلومات عن تزايد عددهم الوقت مش كتلق قصير صار فيه معد خط عرسال على بعلبك هالمنطقة فيه صعوب شوي بنقل الإصابات هون النقاش والاجتماعات عم تصير نحن والجريد الدولي للصليب الأحمر والأطراف المعنين خاصة العائلات هون عم بيصير فيه مفاوضات على هذا الموضوع تنقدر ناخد مسار آمن خاصة بعد موربنا أنه فيه كتير إصاباتها المفاوضات نجحت حيث قام الصليب الأحمر اللبناني بنقل عدد كبير من الجرح السوريين كانوا أصيبوا في معارك القصير وهذه بعض الصور التي حصلت عليها كاميرا اليوم وهي تظهرون وعية الإصابات التي تعرضوا لها درجة غفر اليوم على الحرة بيروت